تتصعد ضغوط الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل السجناء والمحتجزين وذلك وسط تأكيدات من واشنطن على إن كان يتتوصل إلى مثل هذا الاتفاق الرغم وجود العديد من الصعوبات والعرقي في المقابل تهمت إسرائيل حماس بالمراهنة على انضمام أطراف أخرى للمعارك خلال شهر رمضان إلى أن تقارير كشفها موقع أكسيس عن تلقي تل أبيب مؤخرا مؤشرة من وسطاء قطريين ومصريين تشير إلى تحولات في قيادة حماس قد تؤدي إلى تقدم يسمح بالانتقال إلى مفاوضات جدية حول الاتفاق وذلك بعد ضغوط المصرية القطرية والتي وصلت إلى حد تهديد الدوحة بالطرد كبار مسؤول حماس من قطر فما فرص التوصل إلى اتفاقا وهل ينجح الوسطاء الدوليون في تغيير موقفه حماس من القاهرة ينضم إلينا وزير شؤون الأسرة السابق في السلطة الفلسطينية دكتور سوفيان أبو زايدة وينضم إلي من القدس أيضا الوزير السابق ومحاضر في جامعة العبرية شمعون شاتريت أهلا بكم أضيفي الكريمين ودكتور سوفيان أبو زايدة يعني إلى أي مدى يمكن وفق هذه التقارير المتعددة نقول أن المسؤولية في المماطلة إن صح التعبير تتحملها حماس إلى أي مدى هذا يعكس الواقع وإلى أي مدى حقيقة الوضع أن هناك رهان من حماس على شهر رمضان لتصعيد على مستوى المنطقة على مستوى بقية حلفائها وخاصة على صعيد الضفا يعني أولا لا شك أن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية يريدون أن يكون هناك اتفاق وبذلوا جهودا كبيرة ولا شك أن كانت هناك مفاوضات وكانت هناك بعض المرونة من هنا أو هناك وكان هناك عملا كبيرا جعل الرئيس الأمريكي بايدن يقول أنه يتوقع أن يكون يوم الاثنين توقيع على الاتفاق ولكن هناك صعوبات كثيرة هناك صعوبات حقيقية وهناك صعوبات مصطنعة الصعوبات الحقيقية أولا أن نتنياهو واضح أنه لم يعطي الوفد الإسرائيلي المفاوض ورئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض أي مساحة للحركة أعطاهم تعليمات وفق هذه التعليمات تصرفوا ولذلك استقال ألون نيتسان اللي هو رئيس طاقم الأسرة والمفقودين لديهم ولذلك أيضا أن آيزن كوت في مجلس الحرب كما نشرف الإعلام الإسرائيلي طلب من نتنياهو أن يكون هناك مساحة للمفاوض الإسرائيلي يعني يتحرك فيها هذا من ناحية إسرائيل من ناحية حماس أعتقد أن هناك صعوبة في الاتصال بين غزة وبين الدوحة هذا أمر طبيعي جدا لأن قيادة حماس عمليا تتحرك بصعوبة ومستهدفة من قبل الطيران الإسرائيلي التواصل ليس سهلا وأيضا الظروف ليست واحدة بمعنى أمر طبيعي جدا أن يكون هناك رؤى مختلفة لدى حماس هناك رهان من السنوار على الخصوص والقيادات الداخلية على اضطرابات من شأنها أن تتصاعد في الضفة وفي القدس من شأنه أن يمثل ورقة ضغط بالنسبة لحماس هذا تحليل على الأقل هذا تقديرات الجانب الإسرائيلي نعم نعم هذا تقدير هذا تحليل ولكنه لا يستند على أي معلومات يستند على تقدير بأن لو كانوا مكان السنوار سيتصرفون كذلك أو سيفكرون بهذه الطريقة ولكن أن يكون هذا هو الهدف لا أعتقد ذلك لأنني أدرك أن هناك صعوبات واجهة الوفد حماس في المفاوضات وأهم هذه الصعوبات هي موضوع عودة النازحين يعني ليس من المعقول أن يكون هناك اتفاق واتفاق هدنة وأكثر من نصف مليون من غزة وشمالها اضطروا تحت القصف أن يخرجوا من بيوتهم بحجة أن هذه أماكن معارك يجب أن يخلوها والآن لا يسمح لهم بالعودة أو أن هناك عودة مشروطة فقط نساء وأطفال هذه إحدى القضايا الأساسية التي فجرت في تقديري أو منعت لا أقول فجرت لأن المفاوضات متواصلة لكن دعني أسأل وأحول ربما هذه الطروحات للأستاذ شامعون يعني ضيفنا الدكتور سفيان أستاذ شامعون يقول أن هذا بناء على التقديرات إسرائيلية لا تستند على أي شيء على أرض الواقع بالتالي إلى أي مدى هذا يعكس نوع من المخاوف الإسرائيلية حقيقة من تطور الأمور وانفجارها على سعيد أو خلال بالتزامن مع الشهر رمضان حتى جانس في تصريحاته تحدث أن الأوضاع في الضفة وفي القدس وخاصة في الجمعة الأولى من شهر رمضان قابلة للانفجار في أي وقت عندما أيضا ترى إسرائيل وتقدر أن حماس غير مهتمة حاليا بهدنة مؤقتة هل نتنياهو وحكومته مهتمون بهدنة إنسانية؟ نتنياهو ومجلس الحرب المزهر طبعا يريدون التوصل إلى هدنة مؤقتة وصرحوا كذلك وطبعا في السياسة وفي الاستخبارات دائما هناك تحليلات وتقديرات وتقييمات وليس فقط وقاعي الذي نريها بعينينا ولكن نحلل الأوضاع ونستخلص من الأوضاع نقرر على ما هو موقف سنوار وموقف حماس الشروط التي طرحت منظمة حماس الشروط هي ليس فقط نتنياهو وإنما على السيد جانس والسيد أيزنكوت ليس مقبول أن الشرط الذي هو يقول أنه وقف تلاقي النار دائم وانسحاب القوات الإسرائيلية هذا شيء هذا وهمي إذا هذا الشرط مطروح لا يمكنه التقدم لأن حتى حماس في مسألة مرفضها للصفقات الجزئية ولكن تتحدث عن مراحل وعن تعهدات بوقف لإطلاق النار في نقطة ما في مرحلة ما من المراحل التي يتم التوافق عليها بضمانات دولية بالتالي هذا يجعلنا نتساءل هل هو مهتم حقيقة بصفقة الآن أو لاحقا يعني إلى أي مدى نحن نتحدث عن رغبة له في حرب بلا نهاية لا أنا لا أفكر أن السيد نتانياو يمكنه أن يستمر بدون نهاية المعركة ولكن للآن هناك أربعة كتائب في منطقة رفح لمنظمة هماس ولكي تحقق أهداف الحرب من جانب النظرية الإسرائيلية مجبور أن القوات الإسرائيلية أن تدمر هذه أربعة الكتائب في رفح ولكن ذلك يتطلب إخلاء المدنيين الذي هم الآن في رفح وذلك يتطلب من الجانب الأمريكي وبالأدافة إلى الاحتياجات العسكرية لتنفيذ هذه المرحلة ولكن إذا الشرط المطروح من قبل منظمة هماس إذا هو مطروح مطروح بسبب الذي ذكرته الدكتور سوفيان زكارهو حضرتك وهو أنه التقدير الإسرائيلي أن إيرادة مناصمة هماس وحدة الساحات ويعني استخدام شهر رمضان الكريم لهذه الأغراض وحسب تحليلي لا ينجح حماس في هذه الخطة ولكن دكتور سوفيان هو المهن المقتله ولم يتفق على هذه المسألة لكن هناك حتى تصريحات لقادة ومسؤولين في حركة حماس على سبيل المثال حسان بدران في التصريحات لوسائل الإعلام الأمريكي أن الاضطرابات ستتصاعد في الدفة وفي القدس في حال غياب اتفاق وقال أن الحركة مستعدة مع ذلك لمواصل التفاوض فيما يتعلق بالمطالب ومحددات حركة حماس برفضها دكتور سوفيان لصفقة جزئية تتحدث عن انسحاب كامل عن وقف دائم لإطلاق النار عن عودة النازحين كشروط أساسية لها وربما هنا العرق للعرقين الأساسية وأبرزها حيث توقفت المفاوضات لافت أنه إلى أي مدى هناك تصور واضح لدى حماس من خلال مطالبها خاصة في غياب أي مطلب فيما يتعلق مثلا بالأسرة والتي كانت الركن الأساسي على سبيل المثال في الصفقة الأولى أو في الهدنة الأولى والوحيدة حتى الآن يعني ربما قد يتفاجأ البعض عندما أقول أن موضوع الأسرة كان في المرتبة الثالثة أو الرابعة وليست المرتبة الأولى الإعلام الإسرائيلي ومكتب نتنياهو حاول أن يصور أن المشكلة الأساسية أن حماس تطالب بإطلاق صراح المئات من الأسرة الألاف من الأسرة منهم المحكمين مؤبدات ويعتبرون من رموز الأسرة هذا الأمر في هذه المرحلة يعني لم يطرح حتى الآن لم يتحدثوا عن الأرقام ولم يتحدثوا عن الأسماء لم يصلوا إلى هذه المرحلة لماذا؟ لأن إسرائيل عمليا وهذه النقطة الجوهرية في كل الخلاف وفي عدم التوصل إلى صفطة إسرائيل تريد استعادة محتجزها وهذا أمر طبيعي جدا ولكنها تريد أن تستمر في الحرب تريد أن تستمر في القصف تريد أن تدخل رفع تريد أن تعمل في النصيرات وفي دير البلح وتريد أن تبقي النازحين بعيدين عن بيوتهم حتى المهدمة حماس بالمقابل هي لا تريد صفقة أسرة فقط هي تريد وقف العدوان هي تريد رفع المعاناة لذلك كان موضوع المساعدات وكان موضوع عادة انسحاب أو عادة تموضة القوات الإسرائيلية خلال فترة الهدنة الست شهور أمر مهم والأهم من كل ذلك هو عودة النازحين لذلك لم يتم التوصل إلى اتفاق ولكن الآن في تقديري أن هناك جهود وفقا لما نشر أن وليام بينز رئيس المخابرات الأمريكية على ما يبدو استطاع أن يناقش مع الوسطاء المصريين والقطريين فكرة أن يكون هناك هدنة رغم عدم التوصل إلى اتفاق هدنة لأسبوع هدنة لأسبوعين خلال شهر رمضان لكن اللافت أن الموقف الأمريكي يحمل حماس مسؤولية العرقلة ويرى أنه هي المسؤولة عن يعني الحل اللي وصلت إليه أو العنق الزجاجة إن صح التعبير اللي وصلت إليه هذه المفاوضات هذا ما يتحدث عنه جيك سوليفان إلى غاية الأمس اللي لا يزال يدافع عن موقف إسرائيل وإن كان هناك التباينات مع نتنياهو في شخص نتنياهو أو حكومته هناك مسألة أيضا تقارير اللي تفيد أنه الضغوط اللي تمارس على حماس حاليا من الوسطاء المصري والقطري كذلك وصل إلى درجة يعني التلويح والتهديد بطرد القادة السياسيين لحماس من قطر وبتالي بأين أن حماس نفت هذه المسألة التقارير اللي وردت على والستريت جورنل لكن هذا بما يفيد وبما يشيوه هل تنجح هذه الضغوط في تليين موقف حماس؟ يعني في اعتقادي فيما يتعلق بموضوع التهديد بطرد قيادة حماس من الدوحة إن لم يتم التوصل إلى الاتفاق؟ أولا حماس نفت كما ذكرتي لكن لم نسمع أيضا من الدوحة أو من أي مسؤول قطري أي إشارة إلى هذا أو أي تلميح إلى هذا الأمر وبالتالي أنا لا أستطيع أن أبني تحليلا أو تقديرا للموقف وفقا لما ذكر هل هناك ضغوط قطرية مصرية على حماس لكي تبدي مرونة أكثر؟ أعتقد نعم لأن مصلحة قطر ومصلحة مصر ومصلحة الولايات المتحدة أن يكون هناك اتفاق هذا بلا شك هل تفهم مصر وتفهم قطر أن هناك صعوبات تواجه وأن هناك عدم مرونة إسرائيلية في كل ما يتعلق بهذه المفاوضات؟ الإجابة نعم هل تذكرين عندما توقفت المفاوضات فترة وكان هناك شرطا لنتنياهو أن قبل البدء في المفاوضات يجب أن يسلموا قائمة بأسماع الأسرع المحتجزين لديهم وهذا أمر كان يفسر حتى من قبل الوسطى بأنه شرط تعجيزي لإفشال هذه المفاوضات لماذا تعجيزي دكتور سوفيان عندما تطالب بقائمة واضحة للمحتجزين ووضعهم الأحياء على الخصوص؟ لأن في التفاوض لا شيء في مثل هذه الحالات بدون ثمن وكذلك أريد أن أذكر بأن إسرائيل اعتقلت المئات من الفلسطينيين من غزة وبما فيهم نساء ولم تعطي اسما واحدا وأين هم موجودين ولم تسمح لا للصليب الأحمر أن يزورهم أو تعطي معلومات للمحامين أو لذويهم والأكثر من ذلك يجب أن نذكر بأنهم مقيدين وفقا لتقارير تلفزيونية إسرائيلية أنهم مقيدون ليلة نهار ومعصوبي الأعين وتقدم لهم وجبة طعام واحدة بمعنى شروط جوانتانامو للذين اعتقلوا أثناء بعد الحادي العشر من سبتمبر هي أحوى بكثير من الشروط التي يعاني منها الفلسطيني أعتقد أن هذا الموضوع لم يعد على جدول الأعمال وهو موضوع أيضا له علاقة بالمفاوضات ولكن بشكل غير مباشر أريد أن أقول فقط أنه وربما السيد شطريت لا يتفق معي أو لا أريد أن يتفق معي على الهواء ولكنه يعرف ذلك في قريرة نفسه أن نتنياهو موضوع الأسرة ليس موضوع أولوية بالنسبة له هذا ما يعتقد كل أهالي الأسرة والمحتجزين في غزة الإسرائيليين أقول هم لديهم شعور أن موضوع الأسرة بالنسبة لنتنياهو ليس موضوع ذات أولوية لكن المشكلة أن حتى حماس موضوع الأسرة الفلسطينيين ليس بدي أولوية وموضوع المحتجزين الإسرائيليين ليس بدي أولوية حسب بما يفهم على نطاق واسع حاليا هذا يضعنا أين سيد شتريت خاصة مع تزايد العزلة الإسرائيلية دوليا بل وصلت إلى حد الخلافات أو المسار التصادمي اللي بات كما يقول العديد واضح بين واشنطن وتل أبيب أنه لا اتصال بين بايدن ونتنياهم منذ الخامس عشر من فبراير وصلت الآن حسب أكسيوس يعني آخر تقرير يفيد أنه تلويح أمريكي بما يسمى تحول كبير في السياسة الأمريكية إذا ما أصرت إسرائيل على خططها وعلى عملية عسكرية برية في رفح قد تصل إلى إنهاء الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة وإلى أيضا فرض القيود على استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل الجيش الإسرائيلي سحيح أن كل التطورات التي ذكرتها حضرتك أنه في هناك خيبة أمل أمريكية بالنسبة لموقف سيد نيتانياو وفي هناك بالإضافة إلى الموقف الأمريكي انتقادات داخلية من الأعيلات المخطفين وهذا شيء طبيعي في هناك خيبة أمل أنه ليس هناك تقدم إلى صفقة برغم من التفاول الذي كان قبل أسبوعين وعلى أساس التفاول صرح الرئيس الولايات المتحدة بايدن أنه في هناك إمكانية لتوصل على اتفاقية ولكن في موضوع العملية في رفح في هناك اتفاق شامل في المجتمع الإسرائيلي ليس هناك إرتياح من موقف سيد نيتانياو في موضوع مثلا يعني في البعثة الإسرائيلية التي كانت في القاهرة بدون أي صلاحية لتفاوض هذا الشيء التي أثارها الكثير من الانتقادات ولكن بالأساس يعني أهداف الحرب هي مقبولة على المجتمع الإسرائيلي شكرا جزيلا لكم إذن الوزير السابق والمحاضر في الجامعة العبرية شمعون شطريت من القدس أشكر ضيفي من القاهرة وزير شؤون الأسراء السابق في السلطة الفلسطينية دكتور سوفيان أبو زايدا